الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والقائل أيضاً ومن أحسن قولاً من من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين والسلامان الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلوات ربي وتسليماته عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك والتابعين بإحسانٍ إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم الشيخ أحمد بن محمد التجان الحسني الذي جمعنا على هذا الورد العظيم وعلى هذا الحبل المتين وعلى هذه المحبة الصادقة ورضا عن شيخنا شيخ الإسلام وسعادة الأنام صاحب الفيضة التجانية والمواهب اللدنية مولانا الشيخ الحاج إبراهيم بن الشيخ الحاج عبدالله نيس الكولخي ورضا عن كافة أصحاب الشيخ وخلفائه ومريديه من قافٍ إلى قافٍ أحياءً وأمواتاً وبعد أحبابنا أحباب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرات السادة الحضور فضيلة الشيخ محمد فضيلة الشيخ الحاج عبدالله بن سيد المشري أبناء الشيخ الإسلام وأحبابه وأحفاده وأصباطه كل واحدٍ باسمه وبعينه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير فإنه من دواع السرور والبهجة والغبطة والحبور أن أقف أمام حضراتكم اليوم لأشارك ولأتحدث عن مولانا الشيخ إبراهيم يصدي الله عنه مشيرًا إلى بعض الجوانب لنجاح دعوته إلى الله سبحانه وتعالى فإن دعوته رضي الله عنه جاوزت الحدود الجغرافية وخرقت جدران القلوب حتى تغلغلت وتمكنت وتوطنت في سويداء القلوب وأعماق الأرواح فإن الشيخ إبراهيم رضي الله عنه قامت دعوته إلى الله تعالى على أصولٍ راسخةٍ ومنطلقاتٍ ثابدةٍ وملامح ظهرت واتطردت في مناهج الأنبياء عامة واكتمل بدر تمامها في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة التي لولاها ما قام دينٌ ولا عمَّ الآفاق إسلامٌ ولم يحتدي الناس حتى يتعلموا أمور دينهم من توحيد ربهم وعبادته وأحكامه من حلالٍ وحرامٍ والتي بها تستقيم معاملات الناس من بيعٍ وشراءٍ وعقودٍ ونكاحٍ والتي بها تصلح أحوالهم الاجتماعية والأسرية وتتحسن أخلاق الناس وتقلُّ الخلافات وتزول الأحقاد والضغائن ويقلُّ أذى بعضهم لبعض وإذا ما قامت الدعوة على وجهها الصحيح واستجاب الناس لها تحقَّق للدعاة وللمدعوين سعادة الدنيا والآخرة وإذا استجاب الناس وعملوا بالشريعة حُفِظَت الأموال وعُصِمَت الدماء وصينَت الأعراض وانتشر الخير وانقطع الفساد وكلُّ ذلك لا يتمُّ إلا بالدعوة إلى الله عز وجل لذلك كانت للدعوة في الإسلام الحوة الكبرى والقدح المعلَّى والفضل العظيم وزيادة على ذلك أنها وظيفة الأنبياء الأولى فالدعوة لها شرفٌ عظيمٌ ومقامٌ رفيعٌ ففيها إمامةٌ للناس وهدايةٌ للخلق فضلاً عما ينتظر الدعاة في الآخرة من أجرٍ عظيمٍ ومقامٍ كريمٍ اسمحوا لي هنا أن أُشير إلى أن هذا البحث طويلٌ وسأختصر لضيق الوقت وسأختار مختطفاتٍ إن شاء الله والباقي سأُرسله لللجنة المكلفة بتدوينه وأرجو منكم التقصير لو لا أن الوقت يسمحوا بذلك لا قرأت كل ما كتبت لكن الوقت لا يسمحوا بذلك أبدأوا بمنهجية الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الدعوية وفي ضوء هذه الأصول بقي شيخ الإسلام وسعادة الأنام وبركة الأنام مولانا الشيخ الحاج إبراهيم يصر رضي الله عنه نبراساً يُهتدى به وعن الملة مُنافحاً فمنهجه جمع كل عناصر الدعوة الناجحة ينشر العلم ويُحقِّق التوحيد ويربِّ الأجيال على بصيرةٍ من أمره أصولاً وأركاناً وتكاليفاً وحثاً على الإتباع والترغيب فيه يجمع في هذا كله بين الشريعة والحقيقة في أسمى معانيها وأرقام راميها يقول الشاعر محمد محمود بن محمد الكبير واصفاً شيخنا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه بأحسن العبارات وأدق الإشارات قائلاً إن تقف منهجه تمشي على سننٍ لا دام يصحبه فالحمد لله إن قال قال صواباً كله حكمٌ أو خطزال الغطاء فالحمد لله والملة السمحة البيضاء طريقته والعلم حرفته فالحمد لله وكما قال الشيخ إبراهيم عن نفسه رضي الله عنه بظاهر الشرع والنور المبين أُربِّ السالكين بلا شكٍّ ولا ريبٍ وما كان لنفسٍ تلذَّذَت بنعيم النظر في خطوط الشيخ ومنهجيته الدعوية أن تتحوَّل عنه أو تستبدل الأدنى بالذي هو خير فكل من يطالع كتبه ومؤلفاته ودواوينه ورحلاته المتعددة يجد بوضوحٍ وجلاءٍ تامٍ من أن كاتبها ليس مجرَّد داعيةٍ قضى عمره في الدعوة إلى الله ونشر العلم فحسب وإنما يرى فيه أديبًا منقطع النظير لا يُشقُّ له غبارٌ في الشعر والنثر والخطابة بل ينفرِد عنهم في بلاغته وفصاحته وصياغة ألفاظه وحسن سبكه وهذا الأسلوب يدلُّ على كثرةٍ الإطلاع العلمي والأدبي والتفتُّح وعمق البصيرة فإن دواوين الشيخ إبراهيم رضي الله عنه منها ما هو مُرتَّبٌ على الأوائل أو الأوائل والأواخر وعلى ترتيب أبجل إلى آخره نظراً للمعاني والأصل والأعداد وكلُّ بيتٍ منها انطوى فيه من المعاني والعُلوم الباطنة ما تقصُر به المُجلَّدات وحوى من البلاغة والمعاني الظاهرة اليتيمات فيها لها أوعيةٌ من العقيان مشحونةً أسرارًا وموشحةً بديعًا وبيانًا إن رآها الأريب الظاهري ينشق قلبًا لبلاغتها وحسن نظمها أو الكامل الباطني سكرًا ساجدًا عند بابها وانيًا عن فهمها تشقُّ القلب قبل الإهاب وتطوي الحجاب طيَّ السجل للكتاب ولا تتطرَّق إلا شريعةٍ محمديةٍ ولا تقول إلا صوابًا ولم لا وهو الشيخ الذي تدلَّت من أسفل أخمُصه يوافيق المشيخة وتسنَّم يافعًا قُنَن العُلا وشمارِخَه ولد قُطبًا كاملًا ونشأ عالِمًا عاملًا ألَّف في يومٍ وهو ابن عشرين ووصل ورقَّ الجمَّة الغفير قبل الثلاثين فلما تناهت المحامد إليه وأمسى كلُّ مقلوبٍ خاضعًا لديه جعل جميع الوجَّة كما كان في متع سيد البشر والنور الذي امتدَّ وانتشر حيث أنه ما اشتغل قطٌ إلا به ولم يمدح سواه ولم يقف إلا ببابه وليس هذا مقدار مدائحه له بل عنده من القواف فيه ما يقف عنه الإنشاء والإنشاد وتضيق به القراطيس والمداد والإملا وهو القائل عن نفسه والعلم طالعته كثيرًا وقال أيضًا والعبد قد لقي عين العلم وجاءه الإذن بدون وهمه لذا جاءت كتبه خليطًا مميَّزًا من الأدب والفقه والتصوف مع إيحاءاتٍ ثقافيةٍ عامةٍ لا تكادُ تنفكُّ عن كل كتاباته ولله در الشاعر الموريتاني الذي حار في أمره وأشكل عليه حاله فانشد يقول عليَّ لبَّست حقًا أن يتلبيسي أشيخ تربيةٍ أم شيخ تدريسي أنت الذي بكلا الوصفين متصفٌ لله درُّك يا عدو إبريسي علاوةً على ذلك صال وجال الشيخ إبراهيم يسر دي الله عنه في البقاء المعمورة شرقًا وغربًا لتوصيل دعوته عبر قارات العالم بلا حدودٍ مجاوزًا كل العوائق والعقبات بهمَّةٍ وعزمٍ لا يلينُ وبثَّ إشعاعه رغم تعدُّد الإذنيات والعرقيات واللُّغات لينصهر الجميع في بوتقةٍ واحدةٍ تجمع ولا تُفرِّق يزرع السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار أينما حلَّ تحلُّ الرحمات الربانية وتدوب الصراعات والنزاعات بين الشعوب وينصالح حال الجميع بفضل الله وتوفيقه ففي هذه العُجالة نتعرض لومضاتٍ عن رحلات الشيخ الدعوي إلى نيجيريا وغانا سنة 1951 ميلادية و1952 التي كانت محطةٍ انتلاقٍ للفيضة التجانية في القارة السمراء وشهدت نجاحاتٍ باهرة وفتوحاتٍ إلهية حيث دخل الدين القويم الكثير من القوميات والقبائل الوثنية والمسيحية على يديه وانتظباً كلُّ في سلك الطريقة التجانية الغرّاء وفي هذا المجال يقول شيخنا الشيخ الحاج إبراهيم يس بن الشيخ الحاج عبدالله صلى الله عليه وسلم وأرضاه وعنا به متحدثاً عن تلك الشعوب والقبائل الذين انضموا إلى موكب الفيضة التجانية الغرّاء اختلفت ألسنهم والعقد والعقد متحدٌ حقًا لرب الحمد إلى أن يقول المدفع الكبير يرمي من بعيدٍ يعني مقامه المكتّم الفريد وفي هذا المجال أيضاً يقول طرتُ إلى تملى وقصدِ نصري دين المهيمن فيعلي قدري إلى آخر القصيدة أيها السادة الكرام لو لا أنني أرسلتُ لساني وأطلقتُ جناني على سجيته للجولان في تفصيل دعوة الشيخ ومدى نجاحه في الآفاق لطالبنا الزمان وقضينا الليالي والأيام والسنين ولكني أكتفي بهذا القدر خوفًا من الإطالة وأختم هذا بقولي وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقال تبقى وقال تبقى وقال تبقى وقال تبقى لطالبنا الآن في الحديد من التكاريخ والمناس من المشاركات الأشخاص بإعطاء مؤجب الشخ، عداء موزوجة الفترة هذا العديد من الأرض ذات الغرية، ونحن نتعون بإطاءاء مدارة الجارية في غانية ومن زر الملفزة في مجال الأفضل في أفضل فريق أحمد التجاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر